تشهد معارض أهلاً رمضان بجميع محافظات الجمهورية إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية ويميش رمضان شد عدد من المواطنين بتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة على جميع المعروضات وتوافرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم حيث تشهد محافظات الجمهورية افتتاح معارض أهلاً رمضان وذلك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن السلع كلها متوفرة السلع كلها متوفرة لا داعي للتكالب لا داعي للخش بيشيد بالخمس ستة علم احنا بموفرين كل مطالب المحافظة ومطالب الناس وبأسعار فعلاً في متناول الجميع كل الأصناف موجودة وبوفرة الحمد لله في غرفة عمليات مشكلة بترصد أي شكاوي بترصد أي عجز في سلعة على طول بنختر بيها تتوفر السلعة دي فوراً في تخفضات هنا في معرض الإسماعيلية أهلاً رمضان بتصل من 30 إلى 40% هنا في تخفضات وفي متابعة من كل الجهات الموجودة سيان من تومين أو بعض تومين أو غرفة تجارية أو محافظة الإسماعيلية ويشهد معرض أهلاً رمضان مشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلعة الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة الأسعار هنا أحسن من بره بكتير يعني أنا لقي فيه فرق ما بين هنا وما بين بره في حاجات معينة كان فرق ما بين هنا وما بين بره شيسع فلا أمبسطت يعني هنا بالأسعار بصراحة نحب نشكر سعادة الرئيس يعني عن الخدمة المبادرة اللي بيعملها كل السنة في رمضان طبعاً الأسعار هنا يعني زغير كل السنة كمان يعني كل السنة في النازل يعني أكتر من السنة اللي فاتت المعرضيات بتتعمل الأساسي لها كل سنة قبل شهر رمضان وفيها ميزة محترمة جداً إنها بتوفر كل مجالات الاستهلاك اللي احنا بنستهلكها شايفين طبعاً الأسعار كلها وخصوصاً اللحوم طبعاً شوفنا اللحوم النهاردة بـ 95 جنيه سعر طبعاً ما فيش زي كده وأسعار كلها كويسة والحمد لله عندنا كل أصناف اللحوم من البتيلو والأحم الموزة والأحم المفروم والأحم كطع الأسعار متناول جميعاً كما يشهد المعرض مشاركة 53 شركة عارضة بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما يفي بكافة متطلبات الأسرة بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق ويأتي المعرض بتزامن مع الحملات المكثفة المتواصلة للتأكد من ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين اشتركوا في القناة